بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العدل القادر الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد له الأسماء الحسنى والصفات العلا سبحانه وتعالى عما يصفه المبطلون أصلي وأسلم على خاتم المرسلين إمام الرحمة شفيع الأمة حبيب الله تعالى محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المهديين سادة الناس صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين السلام عليك سيدي ومولاي سيدي الشهداء وأبي الأحرار أبي عبد الله الحسين ورحمة الله وبركاته والسلام على أخيه وحامل لوائه قمر العشيرة مولاي أبي الفضل العباس ورحمة الله وبركاته أصحاب السماحة والفضيلة سادة الأكارم أساتذة الفضلاء أخوة الأحبة أخوات الكريمات الحاضرون جميعا سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته من مأثور ما ورد عن الإمام الحسن عليه السلام أن جاء رجل إلى الحسن بن علي عليه السلام فقال له يا ابن رسول الله صف لي ربك حتى كأني أنظر إليه فأطرق الحسن بن علي عليه السلام مليا ثم رفع رأسه فقال الحمد لله الذي لم يكن له أول معلوم ولا آخر متناهن ولا قبل مدرك ولا بعد محدود ولا أمد بحتى ولا شخص فيتجزأ ولا اختلاف صفة فيتناها فلا تدرك العقول وأوهامها ولا الفكر وخطراتها ولا الألباب وأذهانها صفته فيقول متى ولا بدأ مما ولا ظاهر علامة ولا باطن فيما ولا تاركم فهلا خلق الخلق فكان بديئا بديعا ابتدأ ما ابتدع وابتدع ما ابتدأ وفعل ما أراد وأراد ما استزاد ذلكم الله رب العالمين وبعد فالإمام الحسن صبط رسول الله وضياء من نوره وريحانة من ريحانه نهل من معين الوحي وتعلم من ينبوع المعرفة وتربى في بيت لم يزل ينطق بالحكمة ويفصح عن البيان ويشع بالهدى فكان عليه السلام بحرا من العلم ينهل منه العطاشة ومصباحا يضيء دروب الضالين ومعينا للمحتاجين وملاذا للمظلومين قدوة في الأخلاق ورمزا للعدل والمساواة وإذ نستذكر الإمام الحسن عليه السلام لا ننسى فضله العظيم لا ننسى فضله العظيم على الأمة الإسلامية ودوره الجليل في حفظ وحدة المسلمين وصيانتهم من الفرقة والانشقاق فقد آثر الإمام الحسن عليه السلام السلام على الحرب حاقناً دماء المسلمين ومجنباً الأمة الفتنة والصراع في موقف يجسد أسمى معاني التضحية والإيثار واليوم وفي ضوء الاستلهام من عظمة الإمام الحسن عليه السلام وإنارة دروبنا بسراجه الوضاء وتعزيز قيم التسامح والتعايش والوحدة بين المسلمين وقيم العتبة العباسية المقدسة وبالتعاون مع جامعة العميد أسبوع الإمامة الدولي الثاني مؤتمر الإمام الحسن الدولي الثاني ليأتي هذا المؤتمر تأكيداً على إيمانها بأهمية دور الإمامة في حفظ الدين ونشر مبادئه السامية ولتجسد حرصنا على تعميق فهمنا لسيرة أئمتنا العظام ولتشكل منبراً للحوار الفكري والثقافي ونقطة انطلاق نحو مستقبل أفضل للأمة قال الإمام الحسن بن علي عليه السلام إن هذا القرآن فيه مصابيح النور وشفاء الصدور فليجل جالم بصرة وليلجم الصفة قلبه فإن التفكير حياة قلب البصير كما يمشي المستنير في الظلمات بالنور والآن نستقبل قارئة العتبتين المقدستين القارئ حيدر جلوخان بالصلاة على محمد وآل محمد أيها الحضورة الكارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأفلح من صلى على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لك فرنا عنهم سيئات لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا دخلناهم جنات النعيم ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التورات والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم ولو أنهم أقاموا التورات والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أوجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم وأنهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول وإن لم تفعل فما بلغت رسالته يا أيها الرسول تبلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وأكملت لكم دينكم ورضيت لكم الإسلام دينا بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العلي العظيم الصلوات أرى أفقا بنجيع الدماء تنور واختفت الأنجم وحبلا من الأرض يرقى به كما قذف الصاعد السلم تعلمت كيف تموت الرجال وكيف يقام لهم مأتموه وكيف تجر إليك الجموع كمن جر للحرم المحرم نقف جميعا لقراءة سورة الفاتحة ترحفما على شهداء العراق وشهداء فتوى الجهاد الكفائي المباركة وبالوقفة نفسها نستمع للحن الإباء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر فأنت الحسام وأنت اللواء وأنت الثبات وأنت الإباء فأنت الحسام وأنت اللواء وأنت الثبات وأنت الإباء وقد كنت جيش الفدال الحسين وقد كنت جيش الفدال الحسين سنتم وجزاكم الله خيرا في مستهل هذا المؤتمر المبارك إذ يحق الثناء على الجهود المبذولة من قبل اللجنتين العلمية والتحضيرية التي عملتا بإخلاص دؤوب لإنجاح هذا الحدث المهم كلمة اللجنتين العلمية والتحضيرية للمؤتمر يلقيها السيد رئيس جامعة العميد المحترم الأستاذ الدكتور جودة نور الجشعم فليتفضل محفوا بذكر محمد وآل محمد اللهم لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك وعظيم سلطانك والصلاة والسلام على سيد خلقك وخاتم أنبيائك المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين صلاة دائمة نامية لن قطاع لأبدها ولا منتهى لأمدها مقام سماحة المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة السيد أحمد الصافي دام عزو الحاضرون الكرام السادة والمشايخ الفضلاء القامات العلمية من الأساتذ والباحثين والأكاديميين منتسبو الجامعات جميع من شرفنا اليوم بتواجده معنا الأعزاء جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله صباحكم بكل خير نبارك لكم أيامكم فما زلنا نشم عبقاتي عيد الغدير الأغر عيد الله الأكبر ثبتنا الله وإياكم على الإيمان حللتم أهلا من مختلف بقاع المعمورة ومن مختلف أرجاء بلدنا الحبيب العراق في قلبه كربلاء المقدسة مدينة سيد الشهداء مدينة الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس عليهم السلام المدينة التي تحتضن سنويا أكبر تجمع إنساني إيماني سلمي طوعي في العالم ونزلتم سهلا في رحاب جامعتنا الحبيبة جامعة العميد التي ترعاها وتخط رؤيتها وترسم أهدافها العتبة العباسية المقدسة لتشق طريقها مطبقة معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي ومدعومة بالقيم التربوية والأخلاقية وراعية للمهارات المهنية العالية لتقدم للمجتمع مخرجات كفوءة قادرة على أحداث التغيير الإيجابي في زمن تزاحمت فيه التحديات في زمن تزاحمت فيه التحديات الألمية والأخلاقية والتربوية وعلى وجه العموم التحديات الإيمانية هذه التحديات التي تتطلب منا جميعا التكاتفة وكل حسب إمكانياته وبما تمليه عليه الإنسانية ويمليه الدين لنكون كالبنيان يشد بعضه بعضا شامخا أمام تلك التحديات متسلحا بالنهج الذي نجتمع اليوم من أجل أن نستلهم منه العبرة نهج محمد وعالي محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الله استفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين صدق الله العلي العظيم استفى الباري عز وجل هذه الصفوة وفضلهم على سائر خلقه وجعل بيوتهم مهبط وحيه ثم اختار منهم حبيبه ليكون خاتم الأنبياء وسيد الخلق من الأولين والآخرين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله استفى من ولد إبراهيم إسماعيل واستفى من ولد إسماعيل بني كنانة واستفى من بني كنانة قريشا واستفى من قريشا بني هاشم واستفاني من بني هاشم صدق رسول الله وفي خطبة للزهراء عليها السلام إذ تقول وأشهد أن أبي محمدا عبده ورسوله اختاره قبل أن أرسله وسماه قبل أن اجتباه واصطفاه قبل أن ابتعثه قبل أن ابتعثه صدقت يا مولادي فكانت النبوة للحبيب المصطفى وقال النبي صلى الله عليه وآله مخاطبا أمير المؤمنين علي عليه السلام أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي صدق رسول الله وقال أمير المؤمنين عليه السلام وأنا من رسول الله كالصنو من الصنو والذراع من العضل وقال الإمام الحسين عليه السلام فإن الله اصطفى محمدا صلى الله عليه وآله على خلقه وأكرمه بنبوته واختاره لرسالته ثم قبضه ثم قبضه الله إليه وقد نصح لعباده وبلغ ما أرسل به صلى الله عليه وآله وكنا أهله وأولياءه وأوصياءه وورثته وأحق الناس بمقامه من الناس فكانت الإمامة لعلي أمير المؤمنين ولريحانتين رسول الله الحسن والحسين وللتسعة المعصومين من أبناء الحسين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين آي من الذكر الحكيم ونفحات من أحاديث السادة سيد المرسلين وسيد الأوصياء وسيدة نساء العالمين وسيد الشهداء إطارها وحدة الأصل ووحدة المنهج هي الدليل على الإنسجام الروحي والفكري كأساس للتكامل بين النبوة والإمامة لذلك حق القول أن النبوة والإمامة صنوان لا يفترقان شعار أسبوع الإمامة الدولي الثاني الذي نجتمع اليوم من أجل إقامة جزء من محافله في جامعتنا الحبيبة جامعة العميد مؤتمر الإمام الحسن عليه السلام الدولي الثاني ومؤتمر الإمام الحسين عليه السلام الدولي الثاني برعاية كريمة من لدن وكيل المرجع الأعلى والمتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة سماحة السيد أحمد الصافي دام عزه وبمشاركة مباركة من أمانة ومجلس إدارة وأقسام العتبة العباسية المقدسة بإشراف أمينها العام جناب السيد مصطفى آضياء الدين دام تأييده أملنا ورجاؤنا كبيرين وثقتنا عالية في أن نتحف اليوم بالأفكار والآراء والاستنتاجات والتوصيات من الأساتيذ الباحثين الفضلاء المشاركين في جلسات مؤتمرين الإمام الحسن عليه السلام والإمام الحسين عليه السلام حول نهج ريحانتي رسول الله وسيدي شباب أهل الجنة في تربية الفرد والأمة وأستأذنهم ورجاء فيهم كبير في أن يأذنوا لي بأن أكتفي بسرد وصية أمير المؤمنين عليه السلام على ولديه الإمامين الحسن والحسين عليه السلام والتي أجد فيها عبرا كثيرة من نهج الأئمة عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين والذي هو محور أسبوعنا هذا الأسبوع الأمامة الدولي الثاني إذ قال يعسوب الدين وقائد الغر المحجلين مخاطبا الحسن والحسين عليهم السلام جميعا أصيكما بتقوى الله وأن لا تبغياد دنيا وإن بغدكما ولا تأسفا على شيء منها زوي عنكما وقولا بالحق واعملا للأجر وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا أصيكما وجميع ولدي وأهلي ومن بلغه كتابي بتقوى الله ونظم أمركم وصلاح ذات بينكم فإني سمعت جدكما صلى الله عليه وآله وسلم يقول صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام الله الله في الأيتام فلا تغبوا أفواههم ولا يضيعوا بحضرتكم والله الله في جيرانكم فإنهم وصية نبيكم ما زال يوصي بهم حتى ظن أنه سيورثهم والله الله في القرآن لا يسبقكم بالعمل به غيركم والله الله في الصلاة فإنها عمود دينكم والله الله في بيت ربكم لا تخلوه ما بقيتم فإنه إن ترك لم تناظروا والله الله في الجهاد بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم في سبيل الله وعليكم بالتواصل والتباذل وإياكم والتدابر والتقاطع ولا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولى عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم سلام الله عليك يا سيدي يا سيد البلغاء وأمير المؤمنين الحاضرون الكرام لقد تضافر الجهود اللجنتين العلمية والتحضيرية في جامعتنا الحبيبة مع جهود إخوتهم خدام المولى أبي الفضل العباس عليه السلام في أقسام العتبة العباسية المقدسة لإقامة هذا المحثل الإيماني العلمي كجزء من أسبوع الإمامة الدولي الثاني والذي يهدف إلى إطلاع الناس على منهاج الأئمة الأطهار عليهم السلام في تربية الفرد والأمة يتضمن هذا المحفل الإيماني العلمي جلسات بحثية لباحثين كرام يتمتعون بسمعة علمية وأكاديمية مرموقة من العراق وخارج العراق فقد قدم للمؤتمرين ثلاثا وخمسين بحثا تم قبول خمسة بحوث للمشاركة في مؤتمر الإمام الحسن عليه السلام في الجلسة الصباحية وخمسة بحوث للمشاركة في مؤتمر الإمام الحسين عليه السلام في الجلسة المسائية أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الباحثين الكرام وجميع القائمين على المؤتمر في مسعاهم لخدمة العلم والإيمان وأن يتكلل محفلنا هذا بالنجاح والموفقية وأن يكون له الأثر المميزة في خدمة البلاد والعباد أصالة عن نفسي ونيابة عن إخوتي وأخواتي منتسبي جامعتنا الحبيبة أتقدم بوافر الشكر والعرفان للكرام الباحثين المشاركين في هذا المؤتمر الذين سيتحفونه بإذن الله بالعلم والمعرفة والشكر الجزيل للحاضرين الكرام الذين تكبدوا عناء السفر والتنقل ليزيدون ألقا وبهاء الشكر والامتنان للأعزاء الكرام خدام المولى أبي الفضل العباس بدءا من السيد الأمين العام السيد مصطفى أعضياء الدين دام تأييده ومرورا بالسادة أعضاء مجلس الإدارة الموقر دامت توفيقاتهم وانتهاءا بجميع الأخوة والأخوات العاملين في جميع أقسام العتبة العباسية المقدسة والشكر موصول لللجنة العليا المشرفة على أسبوع الإمام الدولي الثاني ولهيئة التربية والتعليم العالي في العتبة العباسية المقدسة ولجمعية العميد العلمية والفكرية كما أتقدم بخارص الشكر والتقدير لإخوتي وأخواتي المحترمين من منتسبي الجامعة السيد المساعد العلمي والسيد المساعد الإداري والسادة العمداء ومعاونيهم وأعضاء الهيئة التدريسية والموظفين والطلبة وبالأخص الذين شاركوا في اللجان العلمية والتحضيرية والتنظيمية ولجنة الاحتفالات والمناسبات والنشاطات وختامها مسك دائما خالص الشكر والامتنان والأرفان لمرجعنا العظيم سيد النجف سماحة السيد علي الحسيني السستاني أدام الله ظله الوارف لرعايته لشؤون المؤمنين خالص الشكر والامتنان والأرفان لوكيل المرجع الأعلى والمتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة سماحة السيد أحمد الصافي دام عزه لتوليه أمورنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين الحاضرون الأكارم نعرض على حضراتكم الآن تسجيلاً وثائقياً مصوراً عن أسبوع الإمامة الأول الذي أقيم في العام الماضي في جامعة العميد نرجو لكم وقتاً ماتعاً بمشاهدته محمد وآله الطيبين محمد وآله الطيبين قد أتى رحي المحبة والسلام يشدو بلحن الحب في روض الغراء بشرى لكل خلق في يوم هدي أقول حقيقة رؤية في الأثر عن سلمان رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الحسن والحسين ابناي من أحبهما أحبني ومن أحبني أحبه الله ومن أحبه الله أدخله الجنة من كنت مولاه فمولاه يا مولاي علي يا مولاي علي ترجمة نانسي قنقر ما تعرف كل حقيد شاير جبتك ورد تهدي لي ضيدتك يا علي وعداء ألا تزيد ناس ترحم وتعيش وتحيم شاير إحساس أصف من الماء العديد ساكن ألف كلمة للرب يقترين يا علي يا مولاي يا مولاي بين النبوة والإمامة معقد بين النبوة والإمامة معقد ينميه حيدرة وينجب أحمد يزدان بالإرث الكريم فعزمة من حيدر ومن النبوة سؤدد يا أيها الحسن الزكي يا أيها الحسن الزكي وأنت من هذه المصادر للروائع مورد أبا محمد أبا محمد أيها الفرخ الذي آواه من حجر النبوة مقعد والآن مع فقرة بحث الافتتاح الموسوم بالأبعاد التربوية لمنهج الإمام الحسن المجتبى عليه السلام في بناء الفرد والأمة لفضيلة الشيخ الأستاذ المساعد الدكتور أحمد علي الخفاجي فندعوه إلى المنصة محفوا بذكر محمد وآل محمد إن الله وملائكته لصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الحمد لله حمدا كثيرا والصلاة والسلام على محمد نبينا الأكرم وآله الميامين الهدات عدل القرآن وسفن النجاة السيد الأمين العام للعتبة العباسية المقدسة السادة أصحاب السماحة والفضيلة الأساتيد الكرام الأستاذات الفضليات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز في الآية الثالثة والثلاثين من سورة فصلت بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين من هذه الآية نجد أن العمل الصالح وتأكيد الانتماء إلى الإسلام إنما هو هذا القول الحسن ونحن في مقام هذا القول الحسن الحضور الكريم إنه لمن دواعي الفخر أن تطلق العتبة العباسية المقدسة والقائمون عليها هذا المهرجان الدولي الذي يتخذ من مسمى الإمامة ومفهومها لافتة عريضة وشعارا عميقا وإن أملنا كبير بما سيتحصل من هذا العمل الصالح إن شاء الله تعالى نبدأ على بركة الله قبل أن نبدأ بأعمال مؤتمرنا هذا ننوه أو تنوه اللجنة التحضيرية العليا للأخوة الحاضرين أنه تم تعارضا صحيا ألم بسماحة المتولي شرعي السيد أحمد الصافي دام عزه فحال دون حضوره لذلك نرجو منكم الابتهال إلى الله له بالدعاء بموفور الصحة والسلامة مع بالغ التقدير بحسب المنهاج المعد فإن البحوث المشاركة في هذا المؤتمر مؤتمر الإمام الحسن المجتبى عليه السلام هناك بحث افتتاحي لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد علي الخفاجي وهو بحث بعنوان الأبعاد التربوية لمنهج الإمام الحسن المجتبى عليه السلام في بناء الفرد والأمة فليتفضل الأخ مقرر الجلسة لتقديم النبذة عن السيرة العلمية لأستاذ الدكتور بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين نعرف بجناب الشيخ الشيخ الأستاذ المساعد الدكتور أحمد علي عبود خليل الخفاجي من مواليد محافظة كربلاء المقدسة في العام 1972 أكمل دراسته الإبتدائية والمتوسطة والإعدادية في محافظة بغداد تخرج وأكمل تخرج من كلية الدراسات الإنسانية الجامعة قسم القانون في النجف الأشرف حصل على درجة الماجستير في القانون العام من كلية القانون والعلوم السياسية جامعة الكوفة في العام 2010 اشتغل بالتدريس في كلية الشيخ الطوسي الجامعة في النجف الأشرف ابتداء من العام الدراسي 2011-2012 حصل على درجة الدكتوراه فلسفة في القانون العام في كلية القانون جامعة بابل عام 2015 يشغل حاليا منصب عميد كلية القانون في جامعة الكفيل الموقرة كتب العديد من البحوث القانونية في الشأن القانون العراقي وله مقالاتهم في مجال حقوق الإنسان نشرت له العديد من البحوث في المجلات والدوريات العراقية المحكمة وغير المحكمة شارك في العديد من المؤتمرات العلمية الجامعية داخل العراق وخارجه شارك أيضا في كثير من الدورات في الإدارة والتخطيط والموارد البشرية والتنمية المستدامة أقام العديد من الندوات وورش العمل والحلقات النقاشية والمحاضرات التي تتعلق بالثقافة القانونية والتي تعالج الواقع العراقي هذا غيظ من فيض لباحثنا الموقر فليتفضل بتقديم بحثه قبل أن يبدأ فضيلة الشيخ الدكتور بتقديم بحثه أرجو منه ومن الأساتيذ الذين سيقدمون بحوثهم لاحقا الالتزام بالوقت بما لا يتجاوز عشرين دقيقة ليتيحوا المجال للمداخلين أو المتداخلين لتقديم ما لديهم شكرا جزيلا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في البدء شكرا جزيلا لسيد رئيس الجلسة وسيد مقرب الجلسة الحمد لله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ثم الصلاة والسلام على من اختارهم هداة لعباده لا سيما خاتم الأنبياء وسيد الرسل والأصفياء أبو القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وعلى آله الميامين النجباء أستاذ الحاضرين مع حفظ الألقاب والمقامات والمراتب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في البدء أتقدم بالشكر الجزيل والثناء الجميل للأمان العام للعتبة العباسية المقدسة ممثلة بالمتولي الشرعي للعتبة حجة الإسلام والمسلمين سماحة السيد أحمد الصافي دام عزه وجميع منتسبي العتبة العباسية المقدسة والشكر موصول لرئاسة جامعة العميد ممثلة بالسيد رئيس الجامعة وكافة منتسبيها لرعايتها واحتضانها هذا المؤتمر المبارك سائلاً الباري عز وجل مزيداً من التألق والعطاء والنجاح تحتضل رأي السيدنا ومولانا أبو الفضل عباس عليه السلام اسمحوا لي أولاً أن نستنير بحديث لمولانا الإمام الحسن المشتبى عليه السلام إذ قال أعرف الناس بحقوق إخوانه وأشدهم قضاء لها أعظمهم عند الله شأنه لقد خلق الله الإنسان وزوده بعنصري العقل والإرادة فبالعقل يبصر ويكتشف الحق ويميزه عن الباطل وبالإرادة يختار ما يراه صالحاً له ومحققاً لأغراضه وأهدافه وقد جعل الله العقل المميز حجة له على خلقه وأعانه بما أفاض على العقول من معين هدايته فإنه هو الذي علم الإنسان ما لم يعلم وأرشده إلى طريق كماله اللائق به وعرفه الغاية التي خلقه من أجلها وجاء به إلى هذه الحياة الدنيا من أجل تحقيقها وأوضح القرآن الحكيم بنصوصه الصريحة معالم الهداية الربانية وآفاقها ومستلزماتها وطرقها كما بيّن لنا علالها وأسبابها من جهة وأسفر عن ثمارها ونتائجها من جهة أخرى ومن هنا اقتضت سنة الهداية الربانية أن يسند عقل الإنسان عن طريق الوحي الإلهي ومن خلال الهداة الذين اختارهم الله لتولي مسؤولية مسؤولية هداية العباد وذلك عن طريق توفير تفاصيل المعرفة وإعطاء الإرشادات اللازمة لكل مرافق الحياة وقد حمل الأنبياء وأوصياؤهم مشعل الهداية الربانية منذ فجر التاريخ وعلى مدى العصور والقرون ولم يترك الله عباده مهملين من دون حجة هادية وعلم مرشد ونور مضيء كما أفصحت نسوس الوحي مؤيدة لدلاء العقل بأن الأرض لا تخلو من حجة لله على خلقه وقد توج الله جهودهم وجهادهم المستمر على مدى العصور برسالة خاتم الأنبياء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وحمله الأمان الكبرى ومسؤولية الهداية بجميع مراتبها طالباً منه تحقيق أهدافها وقد خطر رسول الأعظم صلى الله عليه وآله في هذا الطريق الوع خطوات مدهشة وحقق في أقصر مدة زمنية أكبر إنتاج ممكن في حساب الدعوات التغييرية والرسالات الثورية وكانت حصيلة جهاده وكدحه ليل نهار تقديم رسالة كاملة للبشرية تحتوي على عناصر الدينومة والبقاء وتكوين أمة مسلمة تؤمن بالإسلام مبدأه وبالرسول قائده وبالشريعة قانوناً للحياة ومن هنا كان التخطيط الإلهي يحتم على الرسول صلى الله عليه وآله إعداد الصفوة من أهل بيته والتصريح بأسمائهم وأدوارهم ليتسلم مقاليد الحركة النبوية العظيمة والهداية الربانية الخالدة بأمر من الله سبحانه وتعالى وصيانة للرسالة الإلهية التي كتب الله لها الخلود من تحريف الجاهلين وكيد الخائنين وتربية الأجيال على قيم ومفاهيم الشريعة المباركة وتجلى هذا التخطيط الرباني فيما نص عليه الرسول صلى الله عليه وآله بقوله إني تارك فيكم الثقلين ما أنتم استكتم بهما لن تظلوا كتاب الله وعثرتي وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض وكان أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم خير من عرفهم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بأمر من الله تعالى لقيادة الأمة من بعده وتبلغت حياة الأئمة الراشدين في استمرارهم على نهج الرسول العظيم وانفتاح الأمة عليهم والتفاعل معهم كأعلام للهداية ومصابيح لإنارة الدرب السالكين المؤمنين بقيادتهم فكانوا هم الأدلاء على الله وعلى مرضاته والمستقرين في أمر الله والتامين في محبته والذائبين في الشوق إليه والسابقين إلى تسلق قمام الكمال الإنساني المنشود وهنا أستطيع القول أنه لا يستطيع المؤرخون والكتاب أن يلموا بجميع زوايا حياتهم العطرة ويدعو دراستها بشكل كامل ومن هنا فإن إقامة مثل هكذا مؤتمرات ومحافل علمية إنما هي إعطاء قبسات من حياتهم ولقطات من سيرتهم وسلوكهم ومواقفهم التي دونها المؤرخون ويتناول هذا المؤتمر المبارك منهاج أئمة أهل البيت عليهم السلام في تربية الفرد والأمة وقد تشرف بالإمام الحسن بن علي المشتبى عليه السلام ثاني أئمة أهل البيت عليهم السلام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وهو المعصوم الرابع من أعلام الهداية والذي تمثلت في حياته كل جوانب شريعة روحاً وعملاً وسلوكاً سبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسيد شباب أهل الجنة وأحد أثنين انحصرت بهما ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله ومن أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطأخرهم تطهيراً فكان مثلاً أعلى ونبراساً مضيئاً يشع إيماناً وطهراً وبهاءاً وستقتصر هذه الأوراق البحثية على الأبعاد التربوية لمنهاج الإمام الحسن المشتبى عليه السلام في بناء الفرد والأمة فمما لا يخفى على أحد أن للتربية أثر كبير في بناء المجتمع بناءً تربويًا وعقائديًا وقد اعتنى المسلمون بذلك من خلال المؤلّفات الكثيرة التي حاولت بيان العلاقات بين الأفراد داخل المجتمع الواحد وأهميتها وأثرها الفردي والاجتماعي وأن ما يتعلَّق بالإمام الحسن المشتبى عليه السلام وما ورد عنه من أبعادٍ تربوية في بناء الفرد والأمة وصلاحهما فهي كثيرة ويمكن أن يلحظ ذلك بوضوح من خلال عبادته وحلمه وعفوه وكرمه وجوده وتواضعه وزهده وبالنظر لضيق الوقت سوف أقتصر على خطة الورقة البحثية وإلا هي الورقة البحثية أكثر من هذا بكثير فقد تم تقسيم هذه الورقة البحثية على مقدمة وأربعة مطالب فكان المطلب الأول بعنوان دور عبادة الإمام عليه السلام في بناء الفرد والأمة وتناولت في المطلب الثاني دور حلم الإمام عليه السلام وعفوه في بناء الفرد والأمة واقتصر المطلب الثالث على دور كرم الإمام عليه السلام وجوده في بناء الفرد والأمة وخصصت المطلب الرابع لدور تواضع الإمام عليه السلام وزهده في بناء الفرد والأمة وختمت هذه الورقة البحثية بخاتمة تضمنت أهم النتائج والتوصيات التي تم التوصل عليها فمن أهم تلك النتائج التي توصلت إليها الورقة البحثية هذه أولاً كان الإمام الحسن عليه السلام آية في الخلق الإنساني والرفعة وحسن الأخلاق ما رأه أحد إلا هابه ولا خلطه إنسان إلا أحبه ولا سمعه صديق أو عدو يتحدث أو يخطب إلا أحب أن يزغي إليه حتى ينهي حديثاً فلقد جسد الإمام الحسن المشتبى عليه السلام المثل والأخلاق السامية وكانت أخلاقه نموذجاً للأخلاق التي دعا إليها القرآن الكريم من فضائل وطاعات وخلق حسن ومحبة وحلم وجود وكرم وعرف عنه تواضعه وزهده وتقبله للآخر وهذه كلها من سمات السلوك الإنساني الرفيع والذي له بالغ الأثر في تربية الفرد والأمة ثانياً لقد ترك الإمام الحسن المشتبى عليه السلام من الثروات الفكرية والأخلاقية والاجتماعية ما يتميز بخصائص علمية وهو خير نتاج أصيل في الفكر الإنساني لغرض إصلاح الفرد والأمة وتهديبهم وإقامة الوعي الأخلاقي والاجتماعي بينهم ثالثاً إن السير المعطاءة والمواقف الوضاءة لأمة أهل البيت عليهم السلام ولا سيما الإمام الحسن المشتبى عليه السلام مجالٌ خصبٌ للتعريف بالإسلام الأصيل شريطة أن تؤخذ من مصادر أمينة محافظةً على الثوابت الإسلامية عند نقلها ويكون الباحث في جزئياتها محترماً لعقله أما أهم التوصيات وسوف نقتصر على بعض منها أيضاً التوصيات التي خرجت بها هذه الورقة البحثية فكان من أهمها أولاً نوصي بضرورة إعداد دراسات تبحث في السيرة الوضاءة للإمام الحسن المشتبى عليه السلام وعدم الاقتصار على جانب معين من حياته عليه السلام أو مواقفه وهنا أقصد التركيز الذي يكون عن الإمام الحسن في قضية الصلح كثير من الكتاب أغلب الكتاب يقتصرون على هذه الجزئية النقطة الثانية من التوصيات نوصي بضرورة إبراز منهاج الإمام الحسن المشتبى عليه السلام في حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتعزيزها بالإضافة إلى دوره الكبير عليه السلام في تبلور الإيمان والصبر والتقوى التي هي قوام الإنسان المؤمن بربه وبدينه وبنبيه النقطة الأخيرة من التوصيات ضرورة العمل على ترسيخ قيم الإحترام والمحبة بين الناس والتحلي بالصبر والتواضع فيما بينهم وذلك تأسياً بالسيرة الوضاءة للإمام الحسن المشتبى عليه السلام وأنهي حديثي وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الله مصلي على محمد وآل محمد أحسنتم جناب الشيخ الأستاذ الدكتور على هذا التلخيص الذي نأمل أن يكون وافياً وطالما أنتم الآن على المنصة أرجو ممن يود التداخل مع ما قدمه فضيلة الدكتور فيعرف بنفسه وأرجو إيصال المايك السلام عليكم بسم الله والحمد لله والسلام على عباده التعريف بالقر نعم الدكتور علي كاظم موفد جامعة واسط لدي سؤال وطلب وهامش السؤال أما أنا الأوان لعمل مؤسسي على نحو ما أنجزه في الإمام الحسين أن تكون هناك موسوعة وافية شاملة للإمام الحسن عليه السلام وأعني بالعمل المؤسسي أن تكون هناك لجنة وليست أعمال فردية مجمعة وكما تعلمون أن الأبحاث وصلت أو جاوزت المئات في الإمام الحسن ولكنها مفرقة في جامعات مثل القادسية وبابل وغيرها وهذا المؤتمر الثاني فحب ذا لو تنظر اللجان وأشار الباحث إلى شيء من ذلك في تشكيل لجنة تضع ضوابط وأسس وتدعو المختصين لكل ما قدمه الإمام الحسن أو وصلنا وما كتبه عنه وما ألف فيه يكون نواة لجمع شامل هذا أولاً أما الهامش فقال سماحة الشيخ انحصرت ذرية رسول الله في طريقين يعني الحسن والحسين أقول ألا تعد ذرية الحوراء الزينب كما عدت ذرية فاطمة هذا هامش وأخيراً أترك الطلب الآخر وأثني على المؤتمر بكل من قدم فيه جزاكم الله خير وبارك الله وبسعيكم شكراً جزيلاً للمتداخل الدكتور علي كاظم حقيقة نتمنى من المتداخلين أن تكون مداخلاتهم ضمن حدود البحث هناك أمور كثيرة يمكن أن تطرح لكن ربما لا يكون مقامها في هذه الجلسة شكراً لكم إذا كان هناك تعليق لجناب الدكتور شكراً جزيلاً جناب الدكتور أحمد شكراً جزيلاً جناب الدكتور فيما يتعلق بالنقطة الأولى أن تكون هناك موسوعة أنا أشد على يد الدكتور وأتمنى ذلك لكن هذا في الحقيقة عمل مؤسساتي ويحتاج إلى مؤسسات وإن شاء الله البركة بالمؤسسات الموجودة ونسأل الله أنه ترى النور إن شاء الله النقطة الثانية أنه انحصرت ذرية النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الإمامين أنه جرى العرف أن تكون الذرية على الدكور دون الإناث فلذلك نسينا ذرية السيدة زينب لكن العرف جرى أنه الذرية على الدكور دون الإناث شكراً جزيلاً جناب الدكتور إن كان هناك متضغط سماحة شيخ ده إن كان تعريف بالإسم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد الوالد بيتي الطيبين الطاهرين أشكر لرئيس الجلسة ولمقررها وللباحث سماحة الشيخ الدكتور كنت أتمنى على جناب الشيخ الدكتور أن يفصل في المطالب التي جعلها للبحث أتصور جيداً أنه 20 دقيقة كانت كافية لأجل تسليط الضوء على المطالب الأربع التي جعلها للبحث دون الاستغراق بالمقدمات التي ذكرها للبحث فبالحقيقة أنا لم أكن لدي تصور عن البحث بمطالبه الأربع هذا إضافة للمداخلة التي سمعت الشيخ ولما تفضل به الدكتور من جامعة واسطة أنه مركز الإمام الحسن في النجف بالحقيقة قطع شوطاً كبيراً في جمع شتات كل ما كتم عن الإمام الحسن واستنفذ تقريباً جميع ما ينبغي تسليط الضوء عليه وشكراً لكم مرة أخرى أحسنتم جناب الشيخ طبعاً لا شك أن سر الإمامة وسر الأئمة أنه مصدر ثر لكثير مما يقال الإمام الحسين عليه السلام موسوعة كبيرة ولم ينفد الإمام الحسين وكل من الأئمة في حقيقته يمكن أن تكتب به موسوعات ولن نستنفذ ذلك شكراً لمداخلتكم إن كانت هناك مداخلة أخرى نعم بسم الله الرحمن الرحيم جناب الشيخ نشكر الباحث الموقر على بحثه أنا كنت أتوقع من هذا الأنوان أن تطرح هناك معالم المنهج التربوي للإمام الحسن النقاط التي أنونت كمطالب لا تعكس هذا المحتوى وهذا المضمون وإنما هي عنوين أخرى تتعلق بالتراث والفكر العام بالنسبة للإمام الحسن أما خصوص المنهج التربوي هذا الأمر والأمر الآخر للإمام الحسن سلام الله عليه حيثيات حيثية أنه إمام معصوم وحيثية أنه خليفة وحاكم يرجى عند التعرض إلى المنهج التربوي أن يشار إلى هاتين الحيتيتين من حيث هو حاكم وسلطان ومن حيث هو إمام كذلك التفرقة بين المنهج التربوي للفرد والمنهج التربوي العام للأمة وشكرا أحسنتم سماحة الشيخ شكرا جزيلا أن سماحة الشيخ طبعا بالنسبة للجواب الشيخ أدرا قضية أنه التفصيل في المطالب الأربع يحتاج إلى وقت وكما هو العادة في المؤتمرات العلمية أو بروتوكرة المؤتمرات العلمية أنه يعطى وقت قليل لإعطاء ملخص للبحث وإلا البحث ما أقدر أنه ألم به في خلال عشرين دقيق فلذلك أنا اقتصرت فقط على خطة البحث والذي هو البحث موجود وفيه مطالب أربعة لكن الخوض أو التفصيل بها يحتاج إلى وقت وقد ميت ناس أبويا الوقت المسموح به شكرا جزيلا سماحت الشيخ أما الشيخ الجليل فيما يتعلق بالأبعاد التربوية نحن يمكن أن نستسقي الأبعاد التربوية من خلال حياة الإمام من خلال عباد نطلع بنتائج أو بأبعاد تربوية تأكس دور الإمام في تربية الفرق والأم شكرا جزيلا جناب الدكتور شكرا جناب الدكتور إن كان هناك متداخل أخير إذن سأكون أنا المتداخل الأخير حقيقة عفو شكرا جزيلا جناب الشيخ شكرا جزيلا إتاحة الفرصة من خلال عنوان البحث الإثنينية بين الفرد والأمة يعني ما مفهوم الأمة التي توجه لها أوامر بمفهومها كونها أمة هل الأوامر الموجهة للأفراد كفرد فرد هي التي تصنع الأمة؟ بالتالي ما معنى أن تكون الأمة لها توصيات شيء يعني تفترق عن موضوع الفرد فمفهوم الأمة وحدودها وكيفية أنه توجه إليها الأوامر أو تربيتها شكرا جزيلا جناب الدكتور هنا لدينا مصطلحين ركزت عليهم هذه الورقة البحثية هي الفرد والمصطلح الثاني هي الأمة مرة نبحث بالأبعاد التربوية أو كما سميتها بالأوامر على الفرد من حيث هو فرد أو شخص واحد في المجتمع كيان واحد في المجتمع ومرة أخرى نركز على تلك الأبعاد من حيث المجتمع أو نعبر عنها بالأمة مرة من حيث هو فرد قائم في هذا المجتمع ومرة أخرى المجتمع برمته بأكمله وهما يعبر عنه بالأمة إن شاء الله شكرا جزيلا جناب الدكتور شكرا جزيلا للمتداخل وشكرا جزيلا لأستاذ الباحث حقيقة إمكان هناك المتداخل أخير إذن حقيقة الدكتور للباحث دكتور أعتقد أكو فجوة بين العنوان وبين المضمون ربما لم تقدم من المضمون ما يتسق وينسجم مع العنوان كنت متوسعا في المقدمة وموجزا ومختصرا في المضمون فلذلك أعتقد أن الأبعاد التربوية التي تفضلت بها وتحدثت بها لم تنعكس في وقت الإمام الحسن على الأمة وليس على الفرد حتى على الفرد والأمو والدليل ما حدث من أحداث في زمن الإمام الحسن المفروض البحث يعالج هذه الأشياء يعني ما أسباب الفشل مثلا يعني الإمام الحسن قدم منهج تربوي للحوار للحوار مع المختلف المختلف ضمن الأمة والمختلف ضمن الأفراد أعتقد أن فكرة الحوار لأول مرة اللي قدمها الإمام الحسن هي أحد الأبعاد التربوية مثلا اللي يقدمها كجزء من منهج حقيقة لم يشغل البحث إلى هذا الجانب المهم يعني ويربط بفكرة الصلح يعني الجانب الإيجابي من فكرة الصلح فكرة السلام يعني الدعوة إلى السلام وأيضا هذه فكرة هي من الأبعاد التربوية اللي تدخل ضمن أعتقد مضمون البحث تحياته وتقديره لك شكرا جزيلا حقيقة لا شك أن الباحث في خلاصته لا يمكن أن يقدم جميع ما يتضمنه بحثه من مضامين لكن هذا لا يعفيه من التركيز على القضايا الأساسية والمهمة حقيقة أنا كانت مداخلتي أيضا تضاف إلى ما تفضل به الأساتيذ ولا بأس من السؤال ما المنهج الذي اعتمده الإمام الحسن عليه السلام في تعامله مع الفرد والمجتمع وكيف نقرأ ما جرى على الإمام الحسين عليه السلام بعد ارتقاء الإمام الحسن عليه السلام لا بد أن يكون هناك أثر للإمام الحسين على الأقل في مجموعة قريبة منه اللي لم نقل في المجتمع كله لكن يبدو أن البحث أو الوقت لم يتح للباحث ليقدم هذه الأمور شكرا جزيلا لكم وشكرا جزيلا لكم على الرغم أن المتعرف عليه عدم التداخل خارج الأسياق لكن نعطي دقيقة واحدة عن مداخلات الأستاذ نعم نحن منزل فشل لإمام نعم الإمام فعلا مصور نعم ويعمل الصحيح ما في الماء نعم أنا شوف يعني هكلمة صعبة إنما هو فشل الأمة فشل الأمة مو كل الأمة هو فشل الأمة والمجتمع في تلقي مقام الإمام عليه الإمام يصور فعلا وهو صحيح ما في الماء أحسنت عذرت إذن نبدأ الآن مؤتمرنا البحثي مؤتمر الإمام الحسن في بحوثه الأربعة المقررة ضمن المنهج وهي البحث الأول هو القرآنية في فكر الإمام الحسن عليه السلام للأستاذ الدكتور صرحان شفات الذي أرجوه أن يرتقي المنصة في الوقت الذي يتفضل المقرر بتقديم النبذة عن الأستاذ الدكتور البحث بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين أستاذنا الأستاذ الدكتور سرحان شفات سلمان تخصصه اللغة العربية وآدابها درسه في جامعات عربية وعراقية أشرف على عشرات من رسائل الماجستيرة وأطاريح الدكتوراه رئيس تحريري ثلاث مجلات علمية محكمة في العراق وخارجه أستاذ الدراسات الأستاذ الدراسات العليا في جامعة القادسية وغيرها الكثير فمرحبا بي مرحب بي جناد الأستاذ الدكتور سرحان شفات وبالحقيقة لو أتيح المجال لطرح ما قدمه الأستاذ الدكتور لا أحتجنا الوقت الكثير لكن نرجو منه أن يلتزم بخمسة عشر دقيقة لتقديم ملخص وافن لبحثه على أن يترك المقدمات التي وقع فيها جناد الشيخ الدكتور ونتمنى عليكم تقديم ما لديكم في مجال القرآنية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الميامين الأكرمين السلام على سيد ومولاي أبي محمد الحسن المجتبى في أصبوحته المعرفية هذه السلام عليه من مضارب أخيه أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه وعلى أسرته الميمون الكريمة والسلام والتحية موصولان إليكم أيها الملأ المبارك الكريم مع اعتزازي بعنواناتكم الكريمة التي لم أشر إليها بناء على ما جاءني من تقصير المقدم والانصراف إلى البحر وتحية إلى صديق الشاعر الكبير وإلى زميله الدكتور جاسم وأقول القرآنية في كلام الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه والأبعاد التربوية التي تؤسس على هذه القرآنية وقبلا وليس من باب المقدمات أعتذر إذا ما خانني توفيقي في أن أقع على المعنى الحقيقي لمراد الإمام الحسن في كلامه كيف لا وقد قرأت في مقدمة كتاب عيون الأخبار قول أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنتم أعلم الناس إذا ما عرفتم معاني كلامنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا بعضا من العلم لمعرفة كلامهم ولمعرفة المقاصة الشريفة التي يحتويها كلام أهل البيت الإمام الحسن عدل القرآن ووريث القرآن تنزل القرآن على جده وفسره أبوه وفقهته أمه وهو في بيت الوحي وهو وريث القرآن لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما نظر إليه وإلى أبيه وإلى أخيه الإمام الحسين أنتم المستضعفون قال أنتم المستضعفون بعدي قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه في تفسير المستضعفين قال هم الأئمة لقوله تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين والوراثة في مقصدها الأول هي وراثة القرآن معنا وتأدية وسلوكا ومقاصد شريفة عنوان البحث القرآنية في كلام الإمام الحسن المجتبى ومصطلح القرآنية أيها الأحباء يستدعي مصطلحات مجاورة تدور في أقلام الباحثين وفي بحوثهم من هذه المصطلحات أثر القرآن والاقتباس والتضمين والتوظيف القرآني والتناصل القرآني والتأثر والتأثير وغير ذلك من المصطلحات التي مرادها كيف اشتغل النص القرآني في نصا من النصوص واخترت مصطلح القرآنية لما توسمته فيه من أنه أكثر قدرة على استيعاب الحضور الإيجابي للقرآن الكريم في نص الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه ذلك أن استدعاء القرآن في القطابة الإسلامية في عصر صدر الإسلام ومات له قد اتخذ طريقين الطريق الأول هو الطريق الإلصاقي الطريق الذي كان يوهم بوجود القرآن الكريم ولكن النص القرآني تحول في داخل تلك الخطب إلى نص سلبي يستعمل للعدو على الحق وللإساءة له هناك الكثير من النماذج التي استعملت القرآن الكريم بهذا المعنى ولقد تردى استعمال القرآن الكريم بالكثير من نصوص الخطابة ومن نصوص الشعر في عصر صدر الإسلام والعصر الأم وعصر الدولة العباسية إلى درجة أنك لا تستزيغ أن تسمع حضور النص القرآن وهناك نصوص كثيرة يعني إذا حب واحد من الأقواء أن يتداخل فيها ممكن أن نذكر بعضا منها القرآنية بالمعنى الذي تتبناه هذه المقاربة هي الحال التي يكون فيها خطاب الشخصية الصادر عن القرآن الكريم متماهيا مع النص القرآني ومتجها إلى روحه مستوعبا مضمرات الخطاب القرآني وإشارياته محولا تلك المحمولات المقدسة في النص القرآني إلى نسغ يغذي النص ويدفعه إلى نماء بالقرآن واكتمال بالتأثير في المتلقي على نحو ما يوجد في القرآن الكريم والقرآنية هي أن يترى القرآن روحا وتكوينا ومعنا داخل النص وهي أن يكون النص القرآني عمود الرسالة المبثوثة إلى المتلقي بما يجعل هذا المتلقي في عالم قرآني يخاطب العقل والروح والرصيد الثقافي والوجداني لذلك المتلقي ورقة البحثية قسمت إلى تعريف بمفهوم القرآنية وهذا الذي ألمعت إليه وجازة وإلى أشكال توظيف القرآنية في كلام الإمام الحسن عليه السلام وإلى وظائفها وإلى الأثر التربوي وهو مراد هذا المؤتمر والجلسة العلمية إلى الأثر التربوي المترتب على حضور النص القرآني في كلام الإمام الحسن عليه السلام من الأشكال التي حضرت أشكال توظيف النص القرآني في كلام الإمام الحسن صلى الله عليه ما يمكن أن ندعوه بشكل الاقتباس وقد حضرت بأربعة أشكال للأمانة وفي هذا أوردت مجموعة من الآيات القرآنية مجموعة من خطب الإمام الحسن صلى الله عليه ومن كلماته القصار وكيف أنها كانت تحيل إلى آيات قرآنية وأحياناً نلحظ أن خطبة الإمام الحسن سلام الله عليه أو أن كلمته والغالب على كلام الإمام الحسن خطباً وكلاماً أن يكون كلاماً وجيزاً وهذا يعود للأسف الشديد إلى ضياع الكثير من خطب الإمام الحسن فلقد تواترت الدولتان الأموية والعباسية واستضعاف شيعة ومحبي على تضيع هذا التراث العلمي الروحي العظيم مما فوت على الأمة فرصة جليلة في أن تفيد من تراث الإمام الحسن صلى الله عليه وسلامه عليه الجانب الأول هو جانب الاقتباس وفي هذا الجانب نلحظ أن خطب الإمام الحسن صلى الله عليه وسلامه عليه وأن كلماته هي عبارة عن آيات قرآنية يؤازر بعضها بعضا للوصول إلى مراد الإمام الحسن سلام الله عليه فمثلا في واحدة من خطبه الشريف يقول فإن طاعتنا مفروضة إذ كانت بطاعة الله عز وجل والرسول وأولي الأمر مقرونة يا أيها الذين آمنوا طبعا الإمام الحسن نصص هكذا في خطبته يا أيها الذين آمنوا أطيع الله والرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خيرا وأحسن تأويل ولو وردوه في آية أخرى نلاحظ حتى ما أكمل الخطبة مراعاة للوقت أن الإمام الحسن سلام الله عليه في خطبته هذه يصدر عن الآية التاسعة والخمسين من سورة النساء والآية الثالثة والثمانين من سورة النساء أيضا والثامنة والأربعين من سورة الأنفال والآية الثامنة والخمسين بعد المئة من سورة الأنعام هذه في خطبة واحدة لا تتجاوز الأسطر السبعة مما يعني مقدار اندكاء كلام الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه بالنص القرآني من أمثلة التوظيف الأخرى ما يمكن أن ندعوه بالنماذج النموذج البياني الذي يتضمن بناء النص الحسني على القرآنية من المطلع إلى الختام سواء بالاقتباس أو بالتناص أو الاستلهام بناء أن تكون القرآنية مرجعه وهاء المعانيه الإسلامية وهو شكل شاع في كلام الإمام الحسن وأيضا على هذا نماذج أعرض عليها عنها آسف بالنظر للوقت وهناك ما يمكن أن ندعوه بالنموذج البياني وهو أن تكون خطبة الإمام الحسن وكلمة الإمام الحسن مؤسسة تأسيسا بنائيا شبيها ببنية الآية القرآنية التي الإمام الحسن طبعا ذاب فيها وذابت في كلامه وعندنا طبعا أكثر من نموذج وأكثر من حالة أوردت في هذا البحث عندنا وظائف هذه القرآنية التي هي الوظيفة القرآنية الدائمة والوظيفة التفسيرية التي يقوم فيها الإمام صلوات الله وسلامه عليه بدور المبين المفسر للقرآن الكريم من خلال فطبه وكلماته والوظيفة الإفهامية والوظيفة الإفهامية هي في وظائف العالم الكبير جاكوبسن هي الوظيفة التي تستهدف المتلقي وتستهدف الرسالة واضحة من المرسل إلى المتلقي غير قابلة للتأويل وأنها تحمل معناً واحداً للتأثير المباشر ممثلاً إياها بالخط المستقيم في باب الرياضيات وهو الخط الذي ينتقل من النقطة إلى النقطة إباء انتقالاً مستقيم وفي كلمات أهل الفيزياء أن أقرب مسافة بين نقطتين هي الخط المستقيم فالوظيفة الإفهامية هي الوظيفة المستقيمة التي تنقل المعنى نقلاً حرفياً مباشراً للتأثير في ذلك المتلقي ومنها أيضاً الوظيفة التوجيهية والوظيفة التي سميتها الإمامية وهي التي من متبنيات الأئمة سلام الله عليهم في كلامهم وأنصرف قبل أن ينتهي وقتي إلى بيان معالم التربية المستقات من القرآن الكريم في فكر الإمام الحسن سلام الله عليهم فأقول تتحقق القيم التربوية في كلام الإمام الحسن بالمحاور الآتية أولاً أن هذه القيم قيم قرآنية بمعنى صدورها من القرآن الكريم والعترة الطاهرة التي يعد القرآن والقيمة عليه ثانياً الجماعة الصالحة في فكر الإمام الحسن عليه السلام هي الجماعة التي قوامها الفرد الصالح طبعاً الجماعة الصالحة هي الجماعة التي أسست على قيم تربوية بلغة محورنا هي الجماعة التي أسست على قيم معرفية ثقافية تربوية صالحة راسخة مكينة هي الجماعة التي قوامها الفرد الصالح الذي يتفاعل في شخصه جدل الصلاح والإصلاح بمعنى أنه الفرد الذي لا يصلح ذاته فحسب بل هو الشخص الذي يتحرك صوب إصلاح الجماعة واستثمار ممخنات الإيجابية فيها أما كما في قوله أما المروي فإصلاح الرجل أما الخير فهو إصلاح الرجل أمر دينه وإفشاء السلام والتحبب إلى الناس الفرد في فكر الإمام الحسن هو فعل تغير وفعل عمل ولا يكفي أن يكون هذا الفرد صالحا فقد قدمت لنا الأمة عبر تأريخها نماذج لأفراد وصفوا مع تحفظ على هذا الوصف وصفوا بالصلاح ولكنهم كانوا سلبيين في حركة مجتمعهم أحد من وصفته الأمة بالصلاح رفض فاعة أمير المؤمن سلام الله عليه وبايع الحجاد وهو يوصف في ذاته بالإصلاح مع أقول مرة أخرى تحفظ على وصفه بهذا إذا قرأت عنه في التاريخ تجده صالحا ولكن صلاحه لم يتجاوز ذاته بل كان فاعلية سلبية لتعطيل حركة الإمام الربانية ولم يبايع لبن أبي طالب وبايع الحجاج ليلا وبايع قدم الحجاج ليلا إذن الفكر التربوي للإمام الحسين لا يرى قيمة لأن يكون الفرد صالحا في ذاته لم ينتقل هذا الصلاح إلى فاعلية تغيير داخل المجتمع وإلى فاعلية إنشاء المجتمع السليم وإنشاء الجماعة الإسلامية الإيمانية الصالحة الشيء الثاني إن القيم التربوية قيم ترتبط الآن ننتقل من الفرد إلى القيادة قيم ترتبط بالقيادة الصالحة للأمة ممثلة بمحمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليه الذين وصفهم الإمام الحسن بأنهم حزب الله ومن ثم فهم مصدر الخير ومشكات الأنوار التي هي السبب الممدود بين الأرض والسماء وهم المنتج الفعلي لكل أطروحة إلهية ربانية جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن من معايير النظر إلى الأفكار النظر إلى مخرجات هذه الأفكار طبعا الأفكار لا تسقط حينما لا يكون لها مخرج بدلالة أن بعض الأنبياء لم يؤمن به شخص واحد ولكن الأفكار تعزز وتنمى وتعمق إذا كانت لها منتجات موضوعية عيانية منظورة في الواقع كما في وجود آل محمد بوصفهم المنتج الحقيقي للرسالة الإلهية التي جاء بها جدهم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وينسجم مع هذه النقطة السالفة الإيماء إلى أن الفكرة التربوية للإمام الحسن عليه السلام فعل نخبوي التربية في فكر الإمام الحسن هي خلاصة النخبة وليست أمرا عاما لماذا تقوده نخبة مؤسسة تأسيسا معرفيا مكينا وهذا يعني أن النظرة التربوية في فكر الإمام الحسن نظرية تنأى عن العوامية نظرية تنأى عن العوامية وتتجه إلى الخاصة لصالح الإثراء المعرفي ومن هنا يقول الإمام الحسن صلى الله وسلام عليه طبعا اعتذر إذا أذنتم لأن أضيح كيف هي ليست عوامية وقاصة في دقيقتين إن شاء الله هي نظرية تؤسس على الخواص من الخلق وهم محمد وآل محمد ولا تؤسس على كلمات غيرهم ممن يقاربون بأهوائهم وبآرائهم التي قد تخطئ وقد تصيب وقد تنحدر إلى مرتبة التفكير العام والتفكير العوام غير المعمق وغير المؤسس تأسيسا ربانيا حقيقيا ومن هنا فالتربية كما أفهمها في فكر الإمام الحسن هي تربية النخبة هي القائمة على النخبة وأن على غير النخبة أن تكون متبعة لهذا استناداً إلى مبدأ التخصص يعني من العجيب أننا إذا راجعنا طبيباً اتبعناه في كل ما يقول وإذا راجعنا إماماً جادلناه في كل ما يقول وهذه طبعاً من سوء التوفيق في التعاطي مع هذه الفرصة الربانية التي أتيحت لهذه الأمة موثلة بمحمد وآل محمد لا أدب لمن لا عقل له ولا مودة لمن لا همة له ولا حياة لمن لا دين له ورأس العقل معاشرة الناس بالجميل وبالعقل تدرك سعادة الدارين ومن حرم العقل حرمهما معاً الدنيا والتربية فعل مجتمعي ينتمي إلى المجتمع وفي المجتمع عندنا نظريتان أننا إذا كان الفرد في بيئة مجتمعية صالحة هل سيكون صالحاً على إطلاق وجود هذه العينة وإذا كان الفرد في بيئة مجتمعية غير صالحة والعياذ بالله هل ينبغي أن يحرم فرصة أن يقدم قدراته وملاكاته ومواهب للمجتمع من الرحمة في المنهج التربية ولئة المحمد أنهم منحوا الخط الثاني الذي لم ينشأ في بيئة اجتماعية صحيحة منحوه فرصة أن يقدم نفسه وأن يتجاوز مواطن الوهن في شخصه والضعف في حياته كما حصل وصلى الله على محمد وآل محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله لكن ظروف المنصة تقتضي مننا أن نأخذ متداخلين اثنين أو ثلاثة في أقصى حد على أن لا تزيد المداخلة على دقيقة واحدة مع الاعتذار سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله عليكم مصطفى مصري العاملي شكرا للدكتور ولكن سؤالي هل تقصد من كلامك الاستعمال السلبي للآيات القرآنية هو عدم التطابق بين المنطلق والاستعمال هذا من ناحية ومن ناحية ثانية هل لا ذكرتم الضابط الدقيقة الواضحة والصريحة وأقول ذلك لأنها ربما مرت في صياح كلامكم للتمييز بين الاستعمال الإيجابي والاستعمال السلبي وشكرا حسنتم جناب الشيخ بالنسبة للاستعمال السلبي يعني شوي حرج المقام ووجود بعض الأخوات يوجب أن ما أتمثل بي بنصوص شعرية كارثية في استعمال القرآن لها على أبو نواس وفي العصر العباس الذي تحول فيه النص القرآني إلى ما يعني أستطيع أن أتمثل تجانبا ليسار القاعة لكن على كل حال أنا يعني أروي لجنابك وغير خافي على حضرتك وعلى الحضور الكريم رسالة لأحد طواغيت بني أمية أرسلها إلى والي الكوفة يدعوه فيها إلى حرق جثة الشهيد زيد الشهيد أنه إذا جاءك كتابي هذا فعمت إلى عجل أهل العراق متخدا هذا طبعا توظيف لقصة موسى منزلا نفسه بمنزلة موسى ومنزلا أهل العراق ومنزلة بني إسرائيل واتباعهم للسامري هذا نموذج من التوظيف السيء للقصص القرآني وهو توظيف يستهدف الأعداء ومن يستهدف؟ يستهدف من أنزل القرآن عليهم ويصفهم بأنهم عجل أهل العراق ويصف أهل العراق بأنهم بما يساوي وصف بني إسرائيل في القرآن الكريم الذين ورد في مثالبهم ما لا يحصل أحسنتم جناب الدكتور جناب الشيخ العفو جناب الشيخ شكرا لكم دكتور وكثر الله أمثالكم قدمت لنا باقتين من الأفكار الزاهية والمتراكمة ولكن أجد بين هاتين الباقتين الزاهيتين حلقة مفقودة بين القرآنية وبين الأفكار التربوية وشكرا أحسنتم يبدو أنه سؤال ملح وأنت مطالب في دقيقة واحدة أن تجيب على هذه الإشكالية يعني جناب الشيخ العزيز إحنا يعني في البحوث في المؤتمرات يتعين علينا أن نقول بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العبد فبذلك أكثر من حلقة هذا حلقة واحدة أنا أشكرك عليها فعلا يعني مشكلة الباحث على منصته لا يمكن أن يقدم كل ما لديه وهذه إشكالية لا يمكن أن نتجاوزها جناب الدكتور كريم شكرا جزيلا أشكر الباحث الكريم على هذا الموضوع المهم الذي يربط بين أقوال الإمام الحسن عليه السلام وبين القرآن الكريم لخصوصية ما مر به الإمام الحسن لكن أنا أتساءل لماذا اخترت مصطلح القرآنية أولا هل هو هروب من مصطلح التناص ولكنك أيضا استعملت مصطلح التناص في كلامك بل بل كان هناك من المصطلحات المألوفة وأنت من المدافعين عن العربية وهو مصطلح التضمين التضمين نعم أو الاقتباس مثلا لماذا أنا دائما أرشد الباحثين على أن لا يستعملوا مصطلح التناص في القرآن الكريم لأن التناص يعني التأثر والتأثير الله سبحانه وتعالى لم يتأثر ببشر فكيف نقول تناص نعم أما القرآنية فهو وصف وصف لمن نعم وصف مؤنث لمن نعم هذا الاستعمال أراه أيضا غير صحيح فيما يتعلق بالاستعمال القرآني في النصوص الخاصة الأدبية وشكرا دكتورنا أنا أشرت في المصطلح والمصطلح المجاور إلى مدخل سبع مصطلحات مجاورة لهذا المصطلح مصطلح القرآنية وهو مصطلح يعني يحتق بكلمة المقولة القرآنية المؤثرات القرآنية وهو مما درجة عند المحدثين وإلا المصطلحات موجودة وأشير لها نعم ولم أتنكر لها موجودة في قيات البحث وإذا حبيت هضرتك وإزودك بنصف من هذا الشعب شكرا جزيلا حقيقة ما تفضل به جنب الدكتور من مداخلة يقتضي مني أيضا أن أتداخل حول هذه المفردة بالذات خاصة أن هذه المفردة القرآنية صارت جزءا من المصطلحات الانتربولوجية هناك فئة أو طائفة تسمى القرآنية هؤلاء هؤلاء الذين يعتمدون القرآن متخلين عن أي شيء له صلة بالحديث والأخبار عن الأئمة فإشكالية هذا المصطلح إشكالية قائمة تفضل جناب الشيخ وآخر المتداخلين وبدقيقة واحدة لو سمحت أحسنتم السيد رئيس الجلسة مرة أخرى وكذلك الدكتور سرحان أثني عليه لحسن إلقائه واقعا شد المستمعين بحسن إلقائه وطريقة طرحه لدي ثلاث مداخلات المداخلة الأولى واقعا هو أن الباحث الكريم لم يبين أيكلية البحث يعني هو استغرق في استقصاء المعاني والمفردات التي تناولها أشار إليها يعني جناب الشيخ أنا لم أطلع على أنه قسمها على مراحف أو على مقاصد أو على لم أستمع هذا أولا ثانيا نحن لدينا من أصول البحث هو مراعاة السابقة البحثية العتبة الأعباسية مشكورة عقدت ثمان مؤتمرات تخصصية في الإمام الحسن صلى الله عليه وسلم وأنا بحدود الطلاعي في هذا الموضوع الذي ذكره الدكتور صرحان مشكورا قرأت ثلاثة إلى أربعة بحوث تتناول هذا الموضوع نعم فلو تطرق لو تطرق البحث السابقة البحثية ويغطي على النواقص الموجودة في تلك البحوث المطرقة هذه المداخلة الثالثة والأخيرة كنت أتمنى على البحث لو ذكر موردا كيفية توظيف الإمام للقواعد التي ذكرها دون استرفاض في العناوين الرئيسية التي ذكرها شكرا لكم مرة أخرى بالنسبة للتقسيم جنابي شيخانا الشرط لأنه قسمنا لكذا وكذا وكذا وطبعا تتلحظ إذا أطلنا الحديث عن التقسيم ربما يفوتنا فكرة نقولها والوقت يجب يعني أستاذنا نصف دقيقة نصف دقيقة ليس أكثر نصف دقيقة على أن خير الهدي هدي الأئمة ذلك الكتاب لا رب فيه هدى للمتقين إذن القرآنية هدي قبل التربية الوظيفة الإمامية هي وظيفة الهدي أو الهداية وشكرا شكرا آخر المتداخلين ونعتذر يعني نحن على يعني إشكالية غنى البحث قد يتطلب التداخل حقيقة لكن نقتصر على أهم الأفكار نطفا وبأقل من دقيقة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على محمد وآله محمد جناب الدكتور الباحث أشكره على حسن إلقائه وانتخابه لجملة من المفردات اللطيفة ذكر مفردة أو جملة أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه ينتفع من القرآن ولا يسمى انتفاع الإمام ليس فقيها لكي ينتفع ولا باحث بل كل الفقهاء عيال عليه هم ترجمان القرآن الإشكال الثاني أو عفوا المداخلة الثانية مفهوم الجماعة الصالحة لم أفهم في سيرة الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه أن هناك جماعة صالحة سوى ثل القلة القليلة بل أن أحدهم من زعامات ما يسمى بالزعامات الشيعية لا أريد أن أذكر اسمه كما جنابك تحفظت على تسمية عبد الله بن عمر الذي رفض أن يبايع أمير المؤمنين ظهيرة يوم وبايع رجل الحجاج كان أحد الزعامات الصالحة يسحب البساط أو المصلات من تحت الإمام الحسن ويقول له قم يا لا أكمل أرجو الالتفات لهذه الجنبة وجزاكم الله خير شكرا جناب الشيخ بس فقط على كلمة الجماعة الصالحة جناب الشيخ الجليل أشكر لطفك الجماعة الصالحة هي متصور في كلام الأئمة وليست يعني أمرا واقعا لأنه في عهد الإمام الحسن صلى الله عليه وسلم عليه الجماعة الصالحة يعني الوصف هذا وصف كبير على حقيقة الأمة في عهد الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه الأمة متأخرة عن فكر الإمام الحسن كما تأخرت عن فكر جده وعن فكر أبيه والأمة مرت بصعود ونزول الأمة الإسلامية في أيام عثمان بن عفان الأمة متقدمة على القيادة في أيام رسول الله صلى الله عليه وعلي الإمام الحسن الأمة متأخرة كثيرا عن قيادتها لكن الجماعة الصالحة نفهمها في الحديث لا في الواقع العمل جزاك الله شكرا جزيلا البحث غني حقيقة وربما لو تدخلت أنا أيضا لطال الأمر سنتدخل لاحقا خارج المؤتمر شكرا جزيلا والآن ندعو إذا كان هذا البحث هو القرآنية في فكر الإمام الحسن عليه السلام فالبحث الثاني هو القرآن الكريم في فكر الإمام الحسن المجتبى أسباب النزول نموذجا الشيخ الدكتور ليث عبد الحسين العتابي يتفضل جناب الشيخ الدكتور ليث عبد الحسين العتابي ليث عبد الحسين فرحان العتابي اختصاصه العام دكتوراه في فلسفة الشريعة والعلوم الإسلامية تخصصه الدقيق علوم القرآن دراسات قرآنية معاصرة يعمل جناب الشيخ تدريسيا في كلية الفقه جامعة الكوفة قسم العقيدة والفكر الإسلامي لديه العديد من المؤلفات في الشأن المعرفي والفكر المعاصر والدراسات القرآنية بلغت سبعا وثلاثين مؤلفا هذه سيرة مختصرة فليتفضل جناب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين الحضور جميعا مع حفظ المقامات والألقاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته البحث اليوم يتكلم عن قضية القرآن الكريم في فكر الإمام الحسن عليه السلام قضية أسباب النزول نموذجا لكن علينا أن لا نخرج بعيدا عن دور الإمام الحسن ومحور البحث في قضية بناء الفرد والمجتمع الإمام الحسن عليه السلام أراد في فكره القرآني في قضية أسباب النزول وعلوم القرآن وتفسير القرآن الكريم بناء الفرد والمجتمع لكن علينا أن نقف عند جملة من الأمور المهمة جدا في سيرة الإمام الحسن عليه السلام ولا سيمة المظلومية المستمرة في حياة الإمام الحسن عليه السلام وبالخصوص في سيرة حياته المباركة فلو أردنا أن نسأل أي شخص عن سيرة الإمام الحسن عليه السلام لقال أن الإمام الحسن قد استلم الخلافة أو الإمامة بعد أبيه ثم حاربه معاوية فصالح معاوية فدس له السنف مات فاختصرها وكأن الإمام الحسن فقط وهذا في ثلاث أو أربع كلمات لكن الإمام الحسن أكبر من ذلك لنعلم بأن مدة إمامة الإمام الحسن بعد أبيه دامت عشر سنوات وهذا مغيب في كثير من الكتب والمؤلفات ولا سيما في المحاضرات الدينية التي تلقى في مواسم محرم وصفر وغير ذلك يختصرونها ولا يقولون ماذا فعل الإمام الحسن في فترة عشر سنوات وهي فترة طويلة جدا قام الإمام الحسن عليه السلام فيها بتغيير كثير من الأمور ولا سيما في المحور الثاني الذي سوف أذكره وهو قضية تحرير الوعي المجتمعي وبالخصوص لأفراد أو مجتمع الشام في ذلك الوقت لو نقف عند مسألة بسيطة في حسابية بسيطة عن حياة الإمام الحسن أولاً الإمام الحسن المشتبى عليه السلام تولى الإمام سنة أربعين للهجرة الهدنة صارت سنة واحد وأربعين للهجرة أي بعد سنة تقريباً من إمامته أو خلافته على المصطلح الموجود خلافة أو إمامة كانت شهادته عليه السلام سنة خمسين للهجرة استلم الإمام أربعين شهادة خمسين عشر سنوات مدة إمامة الكلية عشر سنوات ماذا فعل الإمام الحسن؟ أولاً قام بمسألة تحرير الوعي المجتمعي ماذا نريد بقضية تحرير الروع المجتمعي أنا أذكر مثال بسيط الأمة التي أنا الآن أذكر مثال الشام الأمة التي عندما بلغها نبأ شهادة أمير المؤمن عليه السلام في محراب صلاة قالت أو علي يصلي ننتقل إلى تاريخ آخر عندما أدخلت السبايا سبايا الإمام الحسين عليه السلام إلى الشام ماذا قالوا عنهم هؤلاء ترك وديلم لم يستطعوا أن يقولها من أبناء آل البيت لماذا لأن الإمام الحسن في فترة عشر سنوات قام بتحرير الروع المجتمعي وعرف الأمة بالشام بمكانة أهل البيت عليه السلام لذلك لم يستطع حاكم الشام أن يقول هؤلاء أبناء النبي هذا دور عظيم إذن للإمام الحسن فترة عشر سنوات وبالخصص أن أهل الشام كانوا يزورون المدينة وبالروايات موجودة أن الإمام الحسن قد ذهب أيضا إلى العراق وإلى الشام عدة مرات وكانت له مناظرات مع معاوية ابن أبي سفيان في ذلك الوقت حسب ما ينقل الشيخ الطبرسي في كتاب الاحتجاج إذن الإمام الحسن عليه السلام قام بمسألة تحرير الروع المجتمعي للمجتمع الإسلامي عموما والمجتمع الشام بشكل خاص إذن لو أردنا أن ننتقل إلى تربية الفرد والمجتمع قرآنيا ماذا فعل الإمام الحسن في تلك الفترة أولا قام بمسألة مهمة جدا وهي الاتمام بنشر التراث الإسلامي أي جلس في المدينة في فترة تلك العشر سنوات خلينا نطلع من يمها فترة خلافته وغيره تبقى تسع سنوات بالصافي تسع سنوات الإمام كان جالسا في مسجد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أستاذا مدرسا يبحث في قضايا القرآن للناس ثم يدرس الصافي المعين الحق فلو ذهبنا وذكرنا الروايات التي تؤيد هذا الكلام وبالخصوص من الكتاب من الكتب الأخرى ليس من الكتب التراث الشيعي نذكر رواية يذكرها جلال الدين الصيوطي في كتابه التدريب الراوي الصفحة 359 يقول في هذا الكتاب أنه كان بين السلف من الصحابة والتابعين اختلاف كثير في كتابة العلم يعني ما رادوا يدونون العلم صار بينهم اختلاف وخصوصا بعد قضية أن ماذا علينا أن نحرق الأحاديث ونبقى القرآن هذه الجدلية اللي موجودة حتى لا يختلط القرآن بالحديث ما أرادوا أن يدونوا فصار اختلاف يقول أنه كان بين السلف من الصحابة والتابعين اختلاف كثير في كتابة العلم فكرهها كثير منهم ليش كرهها لأن الخليفة الفلاني كرهها وما رادها وأباحها طائفة وفعلوها منهم من الذين فعلوها علي وابنه الحسن عليهم السلام إذن كانوا من الأوائل في قضية تدوين العلوم وبالخصوص في مجال الأحاديث التي هي أحاديث مفسرة للقرآن الكريم وتصب في مصلحة بناء الفرد والمجتمع الثاني مواجهة الفتن ورد الشائعات التي أثيرت بالخصوص على النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم بالتقليل من رسمته ثم أثيرت على أهل البيت علي بن أبي طالب وأنه ليس الخليفة الحق وأنما قضية أن من كنت مولاه فهذا علي المولاه هذه أولوية ومحبة لا أكثر ولا أقل لكنها لا ترقى إلى مسألة الإمامة والخلافة من بعد النبي لماذا؟ لأن ملأ قريش لم يرتضي هذه القضية ولم يردها وراثة وهو فعل الوراثة وعمل بها فكان الإمام عليه السلام قد فعل أنه مسألة مهمة جدا هي مواجهة الفتن والشائعات لماذا؟ لأنه معاوية بن أبي سفيان قد اعتمد الإعلام السياسي المظلل وتعامل بمكر وتعامل بمكر ودهى مع الإمام الحسن وأصحابه ومارس ضغوطا على كل مسلم لا يؤيد خلافته لدرجة أنه اعتبر كل علاقة طيبة مع آل علي جريمة لا تختفر جريمة لا تختفر حتى وصل الحال أنه إذا مات الموالي لآل علي يدفعونه بالعصي إلى القبر مو بأديهم بالعصي إلى القبر المسألة الثالثة هي نشر العلوم ومنها علوم القرآن وما يتعلق به فإن الإمام الحسن عليه السلام كان من ضمن اهتماماتي في هذا المجال أولا نشر أحاديث في فضل وفضائل القرآن الكريم ثم نشر أحاديث في تفسير آيات القرآن الكريم وهي كثيرة وإذكرها العطاردي في مسند الإمام الحسن ومن يريد المزيد فيرجع إلى هذا الكتاب ثالثا نشر أحاديث في علوم القرآن وبالخصص حول الموضوع الآن الذي نتكلم به قضية أسباب النزول ونشر أحاديث مهمة جدا في باقي العلوم القرآنية لو جئنا كاستطاع سريع أو ذكر عام لقضية بعض المسائل التي ذكرها الإمام الحسن في مسألة أسباب النزول من ضمنها أنا أذكر فقط الأمثلة العامة ثم أركز على مثال واحد أولا قام الإمام الحسن عليه السلام ببيان وتوضيح سبب النزول الخاص والعام وما يتعلق بكل واحد منهما أي فصل أن هذا نعم للآيات القرآنية سبب نزول لكن هناك سبب نزول عام وسبب نزول خاص وهي آية واحدة وهذا موجود في كثير من الآيات القرآنية المثال الثاني في ذلك التطبيق العملي لسبب النزول والإمام الحسن عليه السلام قد طبق ذلك في آيات كثيرة وهم المثال لآيات القرآن كان خلقه القرآن الحديث التي تذكر النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم إذن هم مثال آخر للقرآن الكريم ثالثا توضيح ما ورد في القرآن الكريم من سبب نزول وبيان تاييخه ووقته بالدقة أنها نزلت في كذا وفي سنة كذا وفي شخص كذا الإمام الحسن عليه السلام يذكر ذلك ثم المثال الآخر والأخير هو بيان المراد بآيات قرآنية مبهمة غير واضح على الناس الإمام الحسن عليه السلام يبينها ويوضحها أنا راح أذكر مثال فقط على قضية تطبيق للقرآن الكريم ذكر العياشي وهو من المفسرين القدماء من المفسر الشيعة قال عن خيثم بن أبي قال كان الحسن بن علي عليه السلام إذا قام إلى الصلاة لبس أجود ثيابه فقيل له يا ابن رسول الله لما تلبس أجود ثيابك فقال إن الله تعالى جميل يحب الجمال فأتجمل لربي وهو يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد وهذا تطبيق عملي لسبب النزول فأحب أن ألبسه أجود ثيابي طبعا الكلام كثير وأمثلة كثيرة جدا في قضية أسباب النزول بالنسبة إلى الإمام الحسن لكن أنا أذكر شيء مهم جدا في تراتنا الشيعة أننا لا نركز أو لا نعير أهمية كثيرة جدا لقضية سبب النزول لماذا ليس لأننا نقلل من قضية علوم القرآن ولكن لأنه وفي الجانب الآخر قد صنعت أسباب نزول لماذا لترفع فلان وتحط من شيء فلان فوصلت مسألة أسباب النزول إلى الصناعة صناعة وبالخصص لو جئنا إلى أقدم كتابي ذلك وهو كتاب الواحد أسباب النزول لو وجدنا الكثير من أسباب النزول هي مصنوعة وليست ولم تكن قد وردت عن النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم بل قال فلان أن سبب النزول كذا من أين اتتيت بهذا السببب النزول هل هو عن النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم لا وإنما هذا الشخص يتكلم عن سبب نزول حتى يرفع من شأن فلان ويحط من شأن فلان والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين أحسنتم أحسنتم جناب الشيخ الفاضل حقيقة كان التزامه في الوقت حقيقيا ونشكر له هذا الالتزام كما نشكر له تناوله هذه الثيمة الخاصة حيث استنطق التأريخ واستنطق الرواية وحتى الصمت الذي رافق مطلومية الإمام الحسن عليه السلام استنهضها جناب الشيخ وهذا مما يمتدح عليه الباحث حقيقة أنا وددت أن تكون المداخلات من أساتيذ لم يداخلوا سابقا لكن يبدو أن الأمر منحصر بجناب الشيخ أولا تفضل جناب الشيخ أيضا بدقيقة واحدة لدينا أحسنتم جناب الشيخ على ما تفضلت به وعلى الإثارات التي ذكرتمها لكن أود التعقيب على مفردة وردت في كلامكم وربما وردت في كلام إخوة سابقين مصطلح الفرد والأمة هل استعمال الفرد والأمة على نحو أن القسمة قاطعة للشركة إذا قلنا ذلك فمعنى ذلك أن هذا الاستعمال غير تام وغير صحيح أما إذا قلنا أن الأمة هي التي تتكون من أفراد وبالتالي النجاح في تربية الأفراد وتربية عدد كبير من الأفراد يؤدي إلى تربية الأمة فيكون حينئذ هذا الاستعمال صحيحا وشكرا أحسنتم جناب الشيخ حقيقة أستميح الأساتذ الأفاضل وجناب الشيخ جناب الشيخ دقيقة وبعدها ننتقل إلى الأخوات أي بلدهم نصيب في هذا البحث ببتداء نتمنى الصح والعافية للأستاذ فاضل الدكتور الذي نحن حقيقة العام رأيناها بالصحة وعافية الله عفظ مضمون البحث لا تذكر أسباب النجون عام وخاص غض من جهة تعدد المفسرين عن مواقع التفسير هذا يعني ممكن أنه تبيان ما معنى العام وخاص بل أزعم أزاكم الله خيجز شكرا جناب الشيخ بالنسبة إلى قضية أسباب النزول العام وخاص معلوم أنه مثلا في قضية كثير من الآيات القرآنية التي هي سبب نزولها في فرد خاص معين مثلا الآية القرآنية إذا جاءكم فاسق بنبئ فتبينوا سبب النزول العام لهذه القضية لو أردنا أن أخذها من جانب المفسري كما ذكر جناب الشيخ هي قضية أنه هذه قاعدة مهمة جدا في قضية أنه عدم الأخذ بكلام خصوصا مخدوش الشهادة أو ما يسمى بالفاسق لا يمكن أن نأخذ به بل علينا أن نتحقق ولا ربما هناك صدق من وراء كلامه لكن سبب النزول الخاص هو أنها نزلت في الوليد عقبة بن أبي معيط فهذه معروفة القضية جدا فلذلك هي يؤخذ منها لذلك أخذ المفسرون ومنها بالخصص الطبائي يذكرها في قضية حديث موجود عن الإمام الصادق وإمام الباقر الجري والانطباق الجري والانطباق العام والخاص جري والانطباق هو عام وخاص إنما أنت منذر لكل قوم هاد هي نزلت في النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم وأمير لكن لا إشكال في أن يكون لكل أمة هاد لا إشكال في ذلك في المستقبل من باب المنطوق العام لهذه القضية فالمفسرون قد أخذوا هذا ووضعوا قاعدة أساسية في هذا المجال هي قاعدة الجري والانطباق هذا الجري والانطباق له مصداق خاص لكن له أمر عام جدا ممكن أن ينطبق على أفراد في المستقبل شكرا جزيلا آخر المتداخلين الأخة الفاضلة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطهرين دكتور عبير عبد الرسول محمد التيميمي جامعة كربلاء كلية التربية في البدء نشكر سماحة الشيخ الدكتور ليت المحترم على بحثه القيم وأنه قد ركز على بعد مهم وهو تحرير الوعي المجتمعي سؤالنا هو هل ركز الباحث على المحور المهم وهو البناء الاستراتيجي للإمام الحسن عليه السلام للأمة المسلمة لبناء ولنهضة ثورة الإمام الحسين عليه السلام سيما أن الإمام الحسين كان ما بين دور يعني مهم ووظيفة مهمة وهو ما بين الحفاظ على منجزات أبيه الإمام علي عليه السلام وما بين ثورة ونهضة أخيه الإمام الحسين عليه السلام. بهذا ركز الباحث على هذا البناء الاستراتيجي شكرا جزيلا. شكرا الله. في الواقع هو اسم البحث مالتي قضية القرآن الكريم في فكرة الإمام الحسن أسباب النزول نموذجا. فكان تركيزي على أسباب النزول أكثر من ذلك. لكن أنا وضغط القضية أنه أسباب النزول هي جزء من الثقافة القرآنية التي أرادها الإمام الحسن لبناء الفردي والمجتمع. قضية الأمور الأخرى نعم الإمام الحسن ركز عليها. لكن ليس في بحث الله. ربما باحث آخر عندما يأتي محور الإمام الحسن عليه السلام يقول أنه كان للإمام الحسن عليه السلام دور مهم جدا في نهضة الإمام الحسن عليه السلام. شكرا جزيلا جناب الشيخ الدكتور على ما تفضل به من بحث قيم ونتمنى له الصحة والسلامة وننتظر منه بحوثا أخرى. بمثل ما تفضل به. الله أحفظكم. شكرا جزيلا. الله أحفظكم. البحث الثالث وهو البحث قبل الأخير من مؤتمرنا هذا هو بعنوان البناء الفكري والثقافي في تمييز القيادة المزيفة في عصر الإمام الحسن عليه السلام للشيخ حسين محسن التميمي اللي يتفضل ندعوه لارتقاء من النصة أهلا وسهلا بجناب الشيخ الشيخ حسين محسن علي التميمي طالب علم في الحوزة العلمية الشريفة مرحلة البحث الخارج في مدرسة دار العلم الدينية التابع للعتبة العباسية المقدسة سفته باحث ومؤلف في مركز الدراسات والمراجعات العلمية التابع لقسم الشهون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة للبحث عدد من المؤلفات القيمة والمؤهلات العلمية البارزة حاصل على شهادة في إعداد القيادات الإدارية ومدرب واستاذ في التنمية البشرية له الكثير من المشاركات البحثية في مؤتمرات مختلفة فليتفضل مشكورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلقي محمد حبيب الله العالمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين السادة الحضور الكرام مع حفظ الألقاب والأسماء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبدأ حديثي بتقديم الشكر الجزيل إلى العتبة العباسية المقدسة وجامعة العميد ونشكر كل من أقامه وشاركه وساهمه في إنجاز هذا المؤتمر المبارك نسأل الله سبحانه وتعالى منه التوفيق للجميع البحث البناء الفكري والثقافي في تمييز القيادة المزيفة في عصر الإمام الحسن المشتبى عليه السلام حيث كان هذا البحث على مبحثين المبحث الأول المطلب الأول أهمية البناء الفكري عند الإمام الحسن والمطلب الثاني محاولات البناء الفكري المبتكرة في أهد الإمام الحسن عليه السلام المبحث الثاني المطلب الأول المفهوم الإسلامي للقيادة ورؤية الإمام المجتبى عليه السلام وكان المطلب الثاني توثيق الحقائق التاريخية والثقافية للقيادة المزيفة للأموية ومعاوية العطل الله عليها وكانت خلاصة ما تقدم في هذا البحث لقد شهد التاريخ الإسلامي فترتين عصيبتين اتعاقبت القيادة للدولة الأموية مع قيادة الإمام الصفد عليه السلام تميزت هاتين الفترتين بالطابع الجهادي على الرغم من الصعوبة وأضافت الفكرية والثقافية فريدة للإمام عليه السلام تمثل القيادة المزيفة للدولة الأموية وخاصة معاوية نموذجا سلبيا للقيادة تمتاز بانحرافها عن القيم الإسلامية الأصيلة واستبدالها بالمصالح الشخصية الوحشية تسببت هذه القيادة في انحلال الأخلاق وانتشار الفساد في الأمة الإسلامية وتجلى هذا في التعامل مع المجتمع وفرض القمع والظلم عليهم مما بين الإمام عليه السلام في صلح للأمة القيادة الصادقة عن القيادة الحكيمة العادلة تعد القدرة على التمييز القيادات المزيفة من الكفاءات الحاسمة التي أبرزها الإمام الحسن الزكي عليه السلام وهو منقف يستلهم البصيرة العقلية الصافية والأساس العقائد الراسخ أن هذا التمييز ليس مجرد عملية تقويم ميكانيكي وإنما هو عملية تفكرية متأصلة تنمي الإنسان وتهذبه مانح إياه القدرة على تشكيل هوية فريدة ومتميزة يشتد التأكيد على ضرورة هذا على ضرورة أن تظل العقيدة يقضى ولا تهادن معلق أهميتها على ركن المعرفة وعمق النظر الذي يجب أن يتحلى به كل مسلم من هذا المنطلق تجلت ستراتيجية الإمام الحسن عليه السلام في بنيتها الفذة بفهم عميق للأحداث وتوقعات مستقبلية محتملة مبشرة بمجتمع يسأل الحقيقة منزه عن الخداع والزيت أن هذا النهج التمييزي الذي اتبعه الإمام المسموم عليه السلام يعد بمثابة رؤية استشرافية لا تؤسس فقط للمعايير التقييم الجوهرية بل تؤصل لأسلوب حياة قائم على الإصلاح والتحصين الفكري والروحي بهذا المعنى فإن الإمام عليه السلام يعتبر مصدر إلهام لكل من يسأل تبيان الحق من الباطل والعدل من الإجهار مشدداً على أهمية الوعي والتدبر كآلية الحفظ الفرد والمجتمع من أي التباس أو انحراف ستراتيجية القيادة والتعامل مع التحديات لم تكن قائمة على الواقع المحسوس وحسب بل كانت ترتكز على استشراف مستقبل الأمة وتحسس نبضها وهواجزها إذ يكون العمل ليس فقط لمعالجة آنية وإنما لصياغة المستقبل مستقر يحتضن العدالة والأخلاق لذا كانت لبنات فكرة ومواقفه تمثل نموذجاً يحتذا به في بناء الذات القادر على الفصل بين الزيف والحقيقة بالاعتماد على معايير رصينة وأصيلة تتواعم مع قيم الدين السماوي ورؤية الشريعة الإسلامية هذا التركيز على البعد المعرفي والتحليلي يجعل من سيرة الإمام عليه السلام منهجاً دراسياً قيماً ومرجعاً ثميناً للقيادات في كل زمان ومكان ودعوة مستبرة لاتباع لتطوير القدرة النقدية والتحليلية للأحداث في سنوات خلافة الإمام الحسن عليه السلام واجه المجتمع الإسلامي تحديات عدة على الصعيدين الفكري والثقافي من بين هذه التحديات كانت ظاهرة تمييز القيادة المزيفة وتأثيرها على البناء الفكر والثقافة في المجتمع تعد القيادة المزيفة ظاهرة سلبية تنشأ نتيجة ضعف الشخصية وعدم القدرة على القيادة الحقيقية وفي عصر الإمام عليه السلام نلاحظ وجود عدد من الأشخاص الذين يدعون القيادة ولكنهم في الحقيقة ليس ذوي كفاءة وقدرة على القيادة من هذه الأمثار عمر بن العاص ومعاوية وعبد الله بن الزبير وغيرهم وتسبب هذه القيادة المزيفة في تأثير سلبي على البناء الفكري والثقافي في المجتمع فعندما يتولى شخص غير مؤهل منصبا قياديا أكيدا ليس لديه أي قدرة على الرؤية الصحيحة ويقوم باتخاذ قرارات خاطئة وغير مدروسة وهذا بدوره يؤثر على تنمية ونمو المجتمع بشكل سليم وكذلك يمكن أن تؤدي القيادة المزيفة إلى نشر الجهل والتعصب والتحذب وضعف التفكير النقدي في المجتمع فعندما يكون القائد غير قادر على تحليل وتقييم الأفكار والمواقف بشكل منصف وموضوعي فعندما ينتقل هذا النمط الردي إلى الأفراد الآخرين ويؤثر على النمط التفكيري العام وهذا ما كان عند معاوية لذا يجب على المجتمع من ذلك الوقت إلى هذا اليوم السعي لتنمية القيادات الحقيقية ودعمها والتعزيز القدرات الفكرية والثقافية للأفراد من أجل مكافحة القيادة المزيفة وبناء المجتمع وجماعة مسقفة قادرة الخاتمة يتضح بشكل كبير أهمية التمييز بين القيادة الإصلاحية والقيادة الفاسدة في عصر الإمام المجتمع عليه السلام فأن معرفة وحكمة الفرد تلعب دورا حاسما في عدم الوقوع بفخ الفتن ودعوات الضلال فالإمام عليه السلام قد أرسى أسس قوية لاستشعار وتمييز الإنسان المؤمن الفطن بقدرته على التمييز والاحتراس من الشبهات والنقم والأفكار المضللة أن البناء الفكري والثقافي يؤهلنا لفهم تفاصيل وأبعاد القيادة المزيفة والتعرف على سماتها السلبية مما يساعدنا على تجنب سقوطنا في شراكها وتأثير سلبياتها ولا بد من أن نواجه التحديات ونعمل على تعزيز الوعي الشخصي ورفع المستوى التعليم والمعرفة حتى نستطيع أن ندرك أننا قادرون على التمييز بين القيادة الحقيقية الذين يسؤون الإصلاح والتقدم وبين القادة الفاسدين الذين يسؤون للتسلط واستغلال الناس علينا أيضا أن نمارس التمركز والحكمة في اتخاذ القرارات حتى نضمن أن لا نقع في شباك الخداع والتلاعب السياسي يجب علينا الإصغاء لنصائح المرجعية العظمى المتمثلة بسماحة آية الله السيد السيستان حفظه الله وعلينا أن نقرأ ونتعلم من التجارب الماضية حتى نتمكن مواجهة تحديات بثقة وصواب ومن النتائج أن الأولا أن البناء الفكري الذي اعتمد عليه الإمام الحسن عليه السلام بالدرجة الأولى هو عملية التنمية العقلية التي تعطي قدرة للإنسان على التمييز وعدم الوقوع في الشبهة ثانيا عملية التمييز التي أسسها الإمام عليه السلام هدفها عدم الرضوح إلى القيادات الباطلة مستقبلا وكذلك عدم القول القبول بمشروع طمس الهوية الإنسانية ثقافية وتدنيس كرامتها والاستهانة بها ثالثا عند استعراض التاريخ يلاحظ المرء أن معاهدة الصلح التي قادها الإمام الصبت عليه السلام لم تنن نصيبها من التدقيق والبحث الدؤوب من جانب الكتب التاريخية هناك استعراض سطحي وغير منهجي غالبا ما يطبع الاستشهاد بهذا الموقف الفارق ولا يخفى أن هناك غيابا للتحليل الوافي والدقيق لكل جوانب الاتفاقية مما ينتج عن ديوع صيتها بطريقة مغلوطة وغير مطابقة للواقع بأكمله رابعة تتطلب فهم الاتفاقية المبرمة بصورة شمولية نهجا بحثيا يتجاوز التحليلات العقائدية التقليدية التي تطرح في هذا السياق تعنى هذه الدراسة بسد الثقرات الثقرات التي عجت بها الأعمال السابقة معاولة على قاعدة من المصادر التاريخية الرئيسة ومقاربة الموضوع من زوايا محايدة وقد تم الاستناد إلى البحث التاريخي كركيزة يمكن من الاستيعاب المرن لوجهات النظر المتنوعة وبشكل خاص تلك التي تتجاهل مسألة تصرف المعصوم عليه السلام وفق القرآن الكريم للإمام المجتمع عليه السلام مصادر غير منحازمة ذهبية قد تم الاعتماد عليها بهدف إحاطة الدراسة بالعدالة والحياط لتعزيز مستوى الشفافية في التحليل آخر نقطة بس كما من المرويات التاريخية المتعلقة بالإمام الزكي عليه السلام فإن توقيع معاهدة الصلح كانت فيها غايات أخرى جوهرية منها الحفاظ على جوهر الإسلام نظرا لوجود مخططات كانت ترسم بخبث من قبل قوى معادية تتخذ من تشتت المسلمين وضعفهم فرصة للإطاحة بهم وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين شكرا جزيلا لإسباحة الكريم حقيقة هذا الموضوع قد ينفتح على مداخلات واسعة لكن أستميحكم عذرا وأكتفي بمداخلة أخذها لنفسي أن هذا البحث جاء تنظيريا بشكل واسع ولم يعطي مجالا للمصاديق تمنيت أن أجد مصاديق ما تفضل به أعتقد هذه مداخلة تكفي عن الأخوة إن كانت هناك ملاحظة لم أجدها في البحث شكرا جزيلا لجنابكم حقيقة مشكلة المؤتمرات وقاتل المؤتمرات هو الوقت البحث الأخير هو الاستراتيجية الحجاجية في خطاب الإمام الحسن عليه السلام أدوات التعليل اللغوي اختيارا للمدرس المساعد كرار إبراهيم الجياشي فليتفضل لتقديم بحثه مشكورا السلام ورحمة الله أهلا وسهلا المدرس المساعد كرار إبراهيم عيسى الجياشي مؤهلاته العلمية حاصل على شهادة البكالوريوس من جامعة المثنى كلية التربية للعلوم الإنسانية اسم اللغة العربية حاصل على الماجستير من جامعة بابل كلية العلوم الإسلامية قسم لغة القرآن وإعجازه حاصل على لقب علمي مدرس مساعد من وزارة التربية يعمل مدرسا في مديرية تربية المثنى عمل مقررا في قسمي علوم القرآن واللغة العربية في جامعة ساوى الأهلية ودرس في هذين القسمين أيضا لديه عدد من البحوث المنشورة وله مشاركات في مؤتمرات متعددة فليتفضل مشكورا الحمد لله حتى يبلغ الحمد من اتهاء وله واضع الشفر لمنه علينا بنعمة السعي في طريق العلم والصلاة والتسليم على خير البنية الله تصلي على محمد وآل محمد المتتبين الميامين وبعد السادة الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته عليكم السلام يسهم النص الخطابي لأهل بيت النبوة سلام الله عليهم في إيجاد ميزة إقناع المتلقي بمضمون الخطاب فالإمام الحسن عليه السلام استعمل أدوات حجاجية فاعلة في إقناع المتلقي بحكم المكنة الثقافية للمرسل الإمام سلام الله عليه التي ساهمت في توظيف التعليل اللغوي في خطابه ليكون منحا يمارسه الإقناع الحاضرين والسامعين والقارئين فيما طرح من موضوعات أخلاقية ودينية وسياسية جاء البحث على مقدمة ومعهاد تعريفي بعنوان مفهوم الحجاج ومبحث الأول جاء بعنوان التقنيات اللغوية التعليل اللغوي هدف المخاطب في الخطابات كافة الوصول إلى نتيجة مرجوة من الخطاب وإحداث تغيير وأثر في المرسل إليه موظفاً التقنيات والوسائل الحجاجية العديدة وهذه الأدوات مهمة في الخطاب إذ تؤدي دوراً بارزاً وفعالاً في إقناع المتلقي برسائل المرسل ومن الأدوات التي يستعملها المخاطب لتقديم حججه في الخطاب ما يمكن أن نصطلح عليه الفاظ التعليل نحو المفعول لأجله والسبب ولأنه إذ لا يستعمل المخاطب عفواً أي أداة من الأدوات إلا تبريراً لفعله أو تعليلاً ولا تعد الأدوات السابقة الذكر هي الحجج بعينها بل هي قوالب تؤدي دورها في ترتيب العلاقة بين النتيجة والحجة وتمكن المتكلم من تقديم حجته بها الطريقة الملائمة للسياق آنذاك وحمل المبحث الثاني عنوان دراسة تطبيقية لألفاظ التعليل اللغوي في خطب الإمام سلام الله عليه خطب الإمام الحسن سلام الله عليه من أفصح الخطب وأبلغها وأكثرها حجاجاً وبياناً مما دعانا للنظر في جزئية مما تحمل في ثناياها وخدمة لتراث أهل بيت الرسالة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والإفصاح عما أراد إمامنا تبلغه للمسلمين عامة إن تمكننا من ذلك وجاءت الخاتمة البحث بنقاط منها أولاً عمل المرسل سلام الله عليه في خطابه على ترك أثر في العملية الخطابية من خلال الوصول إلى نتيجة ما موظفاً أدوات التعليل اللغوي كجزء من وسائل الحجاج المتعددة والمهمة في استراتيجية الإقناع ولم نجد في خطب الإمام سلام الله عليه جميع أدوات التعليل اللغوي بقدر ما وجدنا عين من تلك الأدوات التي أخذت دوراً مؤثراً في عملية إقناع المتلقي وكان لأدات التعليل اللغوي لأنه وجوداً بارزاً في النص الخطابي للإمام سلام الله عليه فيها أكثر أدوات التعليل اللغوي حضوراً لإسهامها في أداء دورها الإقناعي في الخطاب هذا كل ما جاء به البحث فإن أصبت فالفضل لله ولمولاي الحسن سلام الله عليه وإن أخطأت أو قصرت في بيان المادة العلمية فجلماً لا يخطأ وأرجو أن تكون ذخراً وأرجو أن تكون هذه الورقة البحثية ذخراً لي في يوم لا ينفع فيه لا مال ولا بنوم شكراً لكم دكتور شكراً جزيلاً للباحث الكريم وبعد فهذه بذرة بذرتها العتبة العباسية المقدسة نأمل أن نتلقى ثمارها في قابل أعوامنا إن شاء الله إن كنا من الأحياء لا شك أن أئمتنا جميعاً فيهم ولديهم وبتواريخهم هناك كثير مما يكتب ويدرس ويعاد البحث فيه لا أظننا سننتهي مهما قدمنا فشكراً للعتبة العباسية وهي تنهض بتقديم هذا المهرجان وهذه المؤتمرات المنضوية تحتها شكراً لكم إن أخذنا من وقتكم وشكراً لصبركم علينا ونسأل الله أن نلتقيكم لاحقاً في مؤتمرات قابلة مؤتمرنا المسائي سيكون عن الإمام الحسين عليه السلام والآن نترك المنصة للأخ عريف الحفل وشكراً جزيلاً شكراً جزيلاً لكم يا تربة طيبة يا أريج محمد يا تربة طيبة يا أريج محمد يا قدس عطره البقيع الغرقد أفدي صعيدك بالجنان وكيف لا وبنو علي على صعيدك رُقد يا تربة طيبة يا أريج محمد يا قدس عطره البقيع الغرقد أفدي صعيدك بالجنان وكيف لا السيد جناب السيد الأمين العام لعاتبة العباسية المقدسة السيد مصر مرتضى ضياء الدين لتكريم أساد الباحثين فاستقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد ندعو الباحث الأول الأستاذ الدكتور سرحان شفات أو من ينوب عنه الشيخ الدكتور ليث عبد الحسين العتابي شكرا جزيلا لجناب السيد الأمين العام دامت بركاته شكرا جزيلا والآن ندعو إلى المنصة السيد النائب نائب الأمين العام المهندس عباس موسى دامت توفيقاته لتسليم التكريم وندعو إلى المنصة الباحث الشيخ حسين محسن التميمي ليتسلم تكريمه أو من ينوب عنه نعم شكرا جناب الشيخ الآن المدرس المساعد كرار إبراهيم الجاشي فليتفضل شكرا جزيلا لسيد النائب شكرا جزيلا وفي ختام جلستنا البحثية وفي ختام محفل المبارك هذا في مسك ختامنا وفصل خطابنا نرفع جميع ما عرضناه إلى مقام علة الموجودات إليك يا معز المؤمنين وباعث الروح والعلم في الأجيال إليك يا سيد شباب أهل الجنة نرفع بكل أيادنا هذه الوريقات التي بحثنا فيها سيرة ريحانة رسول الله الذي تغذى من كمال النبوة ووارثة هيبة رسول الله وسؤدده وهي بضاعتنا المسجات التي أعددناها دخرا ليوم الوجادة فعسى أن تقع من مقامه الشريف والرفيع موقع القبول وهو حسبنا وأخيرا وليس بآخرا ننزل الضيف إذا ما حل في حبة القلب وألواذ الحشى رب ضيف تاجر أخسرته بعته المطعمة وابتعت الثنى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي ختام محفلنا هذا يتفضل ضيوفنا الأكارم إلى قاعة القرى إن شاء الله في النادي المركزي بعد انتهاء هذه الجلسة وينتهت واقعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالاستعانة مع الأخوة في التشريفات للوصول إلى قاعة النادي لتناول وجبة الغداء إن شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة